قضاء الحاجة قبل أن نقضي الحاجة قبل أن تدخل إلى الحمام لابد من أداب عند القضاء الحاجة وقبل الدخول إلى الحمام قبل أن يدخل يقول بسم الله ويقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا قبل أن يدخل يقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تمام وإذا خرج يقول غفرانك يدخل بالرجل اليسرى يدخل بالرجل اليمنى لا يدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله لا يدخل بالقرآن بالكتب نعم ينقطع عن ذكر الله لا يسبح لا يصل على النبي صلى الله عليه وسلم حال قضاء الحاجة لا يتكلم بالقرآن بالذكر عندما يدخل حمام لا يستقبل القبلة أو لا يستدبر حال قضاء الحاجة لا يستطيع أن يكون حاجة في أماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا كفار يعني أماكن يجلس فيها الناس أو يستضلوا فيها مثلا كذلك لا يأتي الحاجة تحت الأشجار المثمرة و لا يبول في الماء الدائم الرائد الذي لا يجري و لا يجري لا يتكلم بالقرآن بشكل مكان نعم يجب أن يتخيل مكان لبولة يعني لا يكون مكان صلب حتى لا يرتد عليه رشاشة البول نعم يجب أن يكون قائماً بشارتين يصح أن يبول وهو قائم بشرتين ويأمن أن العورة لا تنكشف لا يرى أحد عورته ويأمن أن رشاش البول لا يرجع عليه نعم يجب على كل من أراد أن يقضي الحاجة أن يستطر عن أعين الناس يعني يبتعد حتى لا يرى أحد يدخل حمام يغلق الباب أو إذا كان في الفضاء يبعد أو يكون خلف سيارة خلف جدار إذا كان يستطر أن تقضي حجرة على أن تقضي الحاجة إلى شيئة ويجب أن تقضي الحاجة إلى الناس